ما زال الصدر يأتي بالعجائب لحل أزمة أعمق من أن تحلها الأحزاب الفاسدة يطلب الصدر هذه المرة من مجلس القضاء حل البرلمان خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل وتكليف برهم صالح بتحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد بشروط تحدد لاحقا بحسب الصدر رافضا شروط الإدار التنسيقي بعقد أي جلسة جديدة للبرلمان بداعي حل نفسه وحتى يتحقق هذا المطلب طلب الصدر من أنصاره الاستمرار في الاعتصام مهددا بالتصعيد في حال لم تلب مطالب المعتصمين هذه المرة مجلس القضاء كان رده واضحا على دعوة الصدر حل البرلمان ليس من صلاحية القضاء القضية ليست بهذه السهولة وخصوصا أن الإطار التنسيقي لم يتنازل عن كل أوراقه بخصوص الانتخابات الجديدة ويهدد كذلك بخروج أنصاره إلى الشارع وساحات الاعتصام الأزمة أكبر من شكل الحكومة وآلية الحكم كما ترى صحيفة الانديمينديند عربية فهي تتعلق بالهيمنة الإيرانية على العراق بحيث تغيير شكل الحكم وتموضع الأحزاب لا يغير من قرارات إدارة الدولة التي تأتي من طهران كما ترى صحيفة الانديمينديند أن المخصصة الطائفية لا يمكن أن تتغير في ظل هذا النظام الحالي فالسلطة الفحلية تدور في فلك ما وصفته بالبيت الشيعي أما بقية الأحزاب فليس لها إلا المناصب الشكلية التي تخلو من أي سلطة على أرض الواقع الدعوات الحالية إلى الحوار محكومة بالفشل حتى قبل أن تبدأ كما تؤكد الانديمينديند ولا شيء يوحي بالانتقال من الوضع الحالي إلى ثورة تغيير في النظام وإلغاء المحاصصة والتخلص من الفساد يتطلب تحقيق كل ذلك البدء من حيث تنتهي العملية السياسية اشتركوا في القناة